اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على مواصلة العمل على تقوية أواصل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية برواندي الصديقة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام متبادل في مختلف المجالات نعم جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء ولدى لقاء سموه معالي السيد ألبرت شي جويرو وزير الشؤون الخارجية والتعاون المائي في جمهورية برواندي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث رحب سموه بمعاليه مشيرا إلى استمرار الدفع بمسارات العمل نحو أفق أرحب بما يخدم الأهداف المشتركة كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات ومجمل التطورات ذات الاهتمام المتبادل على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبه عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية برواندي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد لما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء شكرا